أطلقت مصر اليوم استراتيجية إطار تعاون متعدد الأطراف في العمل الإمائي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وممثلي الأمم المتحدة في مصر تتضمن الاستراتيجية خمس سنوات من العمل في جميع المجالات للخروج بخمس نتائج لتنمية العنصر البشري وتمكين المرأة والشباب والتعامل مع التغيرات المناخية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 شارك في تحديد أطر الاستراتيجية 26 منظمة من الأمم المتحدة وهي مقيمة وغير مقيمة و63 جهة حكومية لتنتهي في عام 2027 بتطبيق فعلي على أرض الواقع